السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيف الحالية يا شباب يا ربكم خير يا رب ان شاء الله. النهاردة معنا جماعة عشر اسرار للبريمير. طبعا كنا عملنا عشر اسرار للبريمير. زي ما قلنا قبل كده ان المونتير الشاطر اللي بيميزه عن باقي الناس السرعة في الاداء على طول المتمكن من الادوات بتاعته. النهاردة معنا عشرة ركات هتسهل عليك البريمير بشكل رهيب جدا. كنا عملنا الجزء الاول اللي حابب يتفرج على الجزء الاول. هنسيب لحضاراتكم رابط الفيديو في التعليقات. قبل ما ندخل بس الفيديو النهاردة اللي دي او مرض القناة اللي تشترك في القناة وادفع على زر الجرس عشان يجيلكم كل الفيديوهات الجديدة ويلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. اول تركاية معنا النهاردة في طبعا من اكتر الحاجات اللي بسبب مشاكل كبير جدا للناس وهي موضوع في طبعا عدد كبير من الناس مجرد ان هو بس يسحب اي فيديو في كرومة زي كده. وكلنا عارفين طبعا الالتراكيب. بعض الناس لما بييجي هنا يجي بيختار اللون وبعدين ييجي يختار يبص يلاقي احيانا الالوان ما بتزبطش معي. يعني احنا اولا بيجي هنا وبيقديني ييجي على المكان ده ويجي مسلا يدوس احيانا الالوان ما بتزبطش معاه زي ما حضاركم شايفين كده شايفين هنا بتبقى الالوان مش الضبط شوية. الايد اه متكلة شوية في في دنيا اه مش مزبوطة. طيب ازاي ان احنا نعالج الموضوع ده? وخصوصا لو انت منور الاضاءة بتاعتك مش بشكل كويس. طيب عشان نحل المشكلة دي مجرد بس هتيجي هنا هيبقى في عندك حاجة اسمها هنقطار الالفا. تمام? اول ما هنبص على الالفا هبص لتلاقي الدنيا معاك ضايعة كل زي كده. ماشي. هنيجي على المات ماشي. هتقلل بس دي كده اهو. هتزودها شوية. تمام? وبعدين هنيجي بس نرجع الدنيا كده. هتيجي ببص تلاقي الدنيا معاك. بص رائعة. ممكن بقى تزود حاجات بسيطة هنا مسلا تزود او تقلل. ببص تلاقي النتيجة معنا. النتيجة مرضية. ده بشكل مبدئي. طبعا لو عايز تقلل مسلا او تزود في التفاصيل اللي موجودة الشادو الحاجات دي. مهمة جدا برضو لو انت حابب ان ان انت تعمل الدنيا دي عشان ما تقشر قوي ممكن احنا نعمل لها دي اول تركاية وهي الالفا وبعدين تبدأ تلعب في الايه? في القيمتين دول فقط. تالي تركاية معانا النهاردة هي مش تركاية على حاجة ولكن الناس بتوع تسأل فيها كتير جدا. انت شغال على حاجة زي كده بص تلاقي احيانا الاوديو يتحزف منك عن طريق الخطأ او يتحزف منك الصورة عن طريق الخطأ. بتبقى عايزة ان انت ترجع الدنيا ما انتش عارف توصل ازاي او مش عارف ان ان انت ولو جيت هنا دوس على حاجة بص تلاقي الصوت مش موجود. لو جينا هنا ندوس على الصوت هنلاقي الصورة مش موجودة ان احنا هنفع نسحبها. فبالتالي بتعطي دور على الفيديو وتضيع وقت طويل قوي. ازاي نحل المشكلة دي بمنتهى البساطة هتيجي بس على الفيديو وبعدين هتدوس اف فايم دي فريم اف تمام? هنلاقي عندنا بس الصوت هنا اهو تمام? الصوت والصورة موجودين خلاص هنسحب خلاص كده انت كده حلت. تسحب الاوديو فانت كده خلاص هتلاقي المشكلة او هنيجي هنا احنا عندنا الصوت هدوس بس اف برضو ماشي هنلاقي عندنا الصوت والصورة موجودين مع بعض نسحب ده خلاص كده او ممكن تسحبهم الاتنين مع بعض بيجيب لك الصوت او بيجيب لك الصورة. التركاية رقم تلاتة معانا النهاردة طبعا عدد كبير من الناس مسلا بيبقى محتاج من مسلا واحنا شغالين عايزين نجيب ده مكان مسلا اي حاجة من دول. فعلشان يرحل دي مسلا بيبدأ يعمل كده بعدين يبدأ يعمل كده بعدين ييجي هنا وبعدين يروح شايل ده شايفين وبعدين يجي يروح مسلا منزل دي وبعد طبعا احنا اخدنا خمس ست خطوات طيب ازاي ان احنا اصلا نتغلب على الموضوع ده بمبتلك كاية بس خلاص احنا عندنا ده عايزين يجي هنا نرحل ده ونجيبه هنا بمنتهى البساطة من الكيبورد تمام هندوس وبعدين هنيجي نعمل بس كده اهو خلاص هتبص تلاقي دنيا اترحلت معاك منتهى البساطة تاني اهو يا جماعة وبعدين هنيجي هنا ماشي هتلاقي الامور معاك ماشية زي الفل تاني اهو ونيجي هنا هتبص تلاقي الامور ماشية تمام بس هو هنا بيجي يروح مرحل ده على بداية الفيديو وبعدين يبدأ او هتيجي هنا تروح عامل كده اهو رحل او هتيجي هنا تروح عامل كده التركية الرابعة معانا النهاردة وهي الكيو والار ايه الكيو والار لو احنا شغالين مسلا عندها بروجيكت كبير زي كده تمام وعندي مسلا المكان ده علشان نبدأ مسلا نشتغل بنبقى عندنا لو احنا شغالين مسلا على مشروع كبير زي كده وبييجي مسلا انا عندي المكان ده وبعدين محتاج احزف من اول هنا ماشي لو احنا نيجي هنا وبعدين نختار وبعدين نبدأ نعلم تاني ونحزف وبعدين نبدأ نضم تاني طبعا الموضوع ده بياخد معانا وقت كبير جدا ماشي طيب احنا لو احنا شغالين مسلا على عشر مقاطع عشرين مقطع ميت مقطع بص لا الموضوع ده بياخد معانا وقت طويل جدا طيب علشان نسهل على نفسنا انا واقف هنا في اول قطاية عندي هنا كده او اول قطاية مسلا موجودة عندي هنا في المكان ده تمام انا اليمين ده كله مش محتاجه خلاص ادوس بس على خلاص حزفنا خلاص طيب انا لو في المكان ده مسلا اول قطاية عندي هنا انا كل من اول الكيرسور ده للشمال ده كله مش محتاجه خلاص هدوس على خلاص يبقى احنا عندنا لليمين والشمال خلاص همتجربة تاني اتاكد بس ان انت هنا لو انت في المكان ده ماشي عندك يبقى تاكد بس ان انت بقى اكتف دول علشان ما اعملش معك مشكلة هنيجي هنا في المكان ده احنا هنا واقفين احزف اليمين احزف الشمال خلاص اهو يمين وخلاص يبقى احنا كده حزفنا اليمين والشمال خلاص بمنتهى البساطة التركاية الخامسة معانا النهاردة عندنا احيانا واحنا شغالين بيبقى معانا مسلا ماركر زي كده انا بدوس اهو مثلا ام اهو واحنا شغالين طبام المشكلة في ايه بقى المشكلة لو احنا شغالين الوقتي بنيجي على الماركر ده مجرد ان اجي مسلا احزف حاجة زي كده ونيجي نعلم تبص تلاقي الماركر ثابت للأسف مش بيتحرك معانا لو جينا مسلا هنا عملنا اهو تلاقي الماركر ثابت فطبعا ده بيبوز علينا خلاص طيب احنا عايزين نحل المشكلة دي هتيجي بس هنا بمنتهى بساطة على الماركر هتلاقي في حاجة اسمها ماركر هنختارها ماشي بقى كده خلاص هتيجي تحزف في اي وقت خلاص هبصت لقي الماركر بيتحرك معاك بمنتهى البساطة لو جينا هنا مسلا شايفين الماركر ده بيتحرك معانا منتهى البساطة التركاية اللي بعد كده معانا النهاردة لو احنا شغالين مسلا على مشروع زي ده تمام بيبقى عندي مسلا اكتر من حاجة زي كده ماشي لو عايزين نعمل لهم كلهم باجي هنا دوس على اعلم دول كلهم وبعدين ابدأ اقطار كده 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 فابدأ اقطع مسلا دول فبصت لاقي احنا كده ضيعنا وقت كبير جدا طيب الافضل اللي احنا كنا بنعمل ايه هتيجي هنا تعلم مسلا دول كلهم وبعدين دوس كنترول كي طيب لو انت عايز تختصر وقت اكتر فبتيجي هنا على وبعدين هنيجي على الكيبورد وبعدين ماشي هت تختار من هنا الاكس او سي او اي حرف انت عايزه من الكيبورد خلاص وبعدين هنيجي هنا خلاص لو احنا مسلا عندنا مجموع فيديوهات زي كده هتيجي بس تدوس خلاص اهو هنيجي هنا خلاص هتبص تلاقي امورك ماشي كويس او يعني هتيجي هنا تختار بس كده اهو ماشي تدوس في الفاضي هتلاقي نفسك كده انت بتعمل لهم قط كلهم آآ مرة واحدة خلاص هنيجي هنا اهو قط وبعدين ساعتها لو هنختار كده مسلا وتبدأ ترحل زي ما انت عايز ايه اللي تلكالي بعد كده من اكتر الحاجات المتعبة واللي ملايها الشورت كات اللي هنبص تلاقي هنا عايزين عشر في المية عشرين في المية خمسين في المية فهنبص تلاقي لازم تختار من هنا من المينيو طبعا الموضوع ده كان مرهق جدا وعدد كبير من الناس بيبقى عايزة تدور على شورت كات ولكن هو مش عارف اصلا اسم ده هنا ايه طيب احنا عايزين بس نعمل حاجة سريعة للموضوع ده هتيجي من خلال الادت هتلاقي في كيبورد شورت كات هنختار الزوم مونيتور تمام عندنا في الزوم في عندنا حاجتين طبعا في عندنا اتنين في البروجرام البروجرام ده اللي احنا هنرندره لانعمل منه رندر طيب هتلاقي في عندك البروجرام هنا ماشي اتختار بس هنا الدول بيبقوا فضيين عندك ماشي ممكن نخلي نقول له مسلا كنترول بلاس والقوت خليها كنترول في تريكات كتير جدا جدا للبريمير وزي ما قلنا مرار ما بتكرار المونتير الشاطر اللي بيتحكم في الادواء بتاعته بشكل سريع جدا وبيقدر ينادي على الادواء بتاعته اه معنا طبعا تريكات كتير جدا جدا ولكن طبعا مش هنقدر نسردها في الفيديو واحد طيب ده الجزء التاني ان شاء الله نعمل لكم اجزاء تانية كتير لو بيعجبكم النوع ده من الفيديوهات ياريت لايك الفيديو ولو انت جديد معنا ما تنساش تشترك في القناة وادفعت زر الجرس علشان يجيلكم كل الفيديوهات الجديدة وياريت اتبالنا في التعليقات التركاية اللي انت ما كنتش عارفها وعرفتها من خلال الفيديو لأحبابكم المهتمين بعالم المونتاج نشوفكم فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة